ازايكم جماعة رايح حفل اطلاق يولوس دونج فانج الكهرباء في انتركنتيننتل سيتي ستارز انا المول عشان تبعوا عارفين باتو فيها عادي خالص يعني انا من النوع اللي بيمشي في المول بخريطة دي في انتركنتيننتل بس فكرة ان انا في مول او جنبه بعادي باتو تعال نشوف اي حكاية العربية دي كهرباء يالا بينا اوكي مفروض العربية دي هتجمح شركة الناصر عشان تبعوا عارفين فده كلام كويس جدا كلام مخترم يعني اوكي وادي الايولوس ال E70 Pro من قدام فيه حركة حلوة وواضح ان الشارجينج بورت من هنا تعال نشوف آ REM! شكل اظنها من هنا فعلا فاش.. افتح excel ايالا انا نشوف في اي تحت اكيد فيه الموتور لانها جار امامي تلاقي الباطارية تحت عادي زي ما كل العربية الكهرباء منشوفها تعالوا نشوف من الجنب فيها باكتات صفرة تمن العربية تمنمية سبعة وتسعين ألف تمنها يعني تسعمية ألف إلا تلات تلاف كومباكت سيدان واضح كمان استنوا 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 شوف الشنطة شوف الشنطة كبيرة خمسمية واثنين لتر تعالوا نشوف الباب في فتحات تهكيف وراء دي حاجة حلوة وفيها شاشات ديجتل بس الناس أنا ما بعرفش أتزاحة يا جماعة شاشتين ديجتل مربوطين في بعض ونقل الحركة أوكي والكاويتش عليه الجنط الأيرو المقفول بالكامل تقريبا عشان يحسن المدى وقادي الشارج بورت وقادي الدائرة الكهرباء ومن تحت الموتور وسكيت بورد يعني البطارية من تحت كالعادة وده المنظر بالأنوار مفتوحة فيها الإديز من قدامي لون أصفر قوي جداً ماذا رأيكم؟ بس أنا أريكم الفرش كمان ممكن الفرش فيه ألوان كتير قوي ومن جوه فيه ألوان كتير قوي بس طبعاً فيه كونسول طايرة وقادي العربية من جوه فيها سكرين ديجتال اثنين سكرين ديجتال مش عارفين فيها أبن كار بلاي وأندرويد أوتو في الغالب لا ولكن فيها الشفتر من هنا كومباكت سيدان نبصي على البطارية من تحت أقرأ لكم العربية من الجامب على قد مقدر الجامب ده أوي الباكتات الصفرة دي جامع ماذا رأيكم؟ صفرة ولون العربية أنا مش عارفه أية بس نيون أوي الأصفر شكلها عادي يعني شكلها كده مدي شوية الظهر على أوبترا قوي قوي يعني لا أستطيع أن تحكم فيها وأكيد ستجد البطاريات كالعادة من تحت هنا نعم 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 وهذا كان المختصر من حفل إطلاق EOLOS E70 Pro 180 حصان مطور الكهرباء والمدى يقولون من 400 إلى 500 والعزم 200 وشوية ولكن هذه أرقام عادية في العربية الكهرباء وهي مفروض أنها تكون اقتصادية وهدفها أنها تدي لك أحسن مدى لا يوجد قوة زيادة لكي تعظم المدى طيب تمانها 900 ألف غالية ولكن المهم بالنسبة لنا أن العربية هذه مفروض ستتصنع شركة النصر مفروض ستصنعها وده يبقى كلام كويس جدا لو عرفوا ينزلوا السعر لو المكون المصري اللي فيها زاد بالزات البطاريات بمكون كبير يعني دي ممكن تفرق جامد في سعر العربية ونشوف عربية مصري أنا برجع بظهر جماعة مفروض عندي كاميرا رجوع أوكي نشوف سعر كويس العربية في مصري يعني بعد ما تتصنع نشوف تنزل لسعر كويس كلام كويس مش بطال سعرها دلوقتي غالي الشكل زي ما شفته يعني ممكن تقولوا صيني جيناريك مش عادي يعني أوبترا شوية من الضهر ونقدام بازلين فيها مجبوض بس تحسوا الميزانية خلصت على الظهر لكن شانتتها كبيرة وبتدي مساحات كبيرة وفيها ترفيحة وزي كل عربية الكهرباء بتتقلب الى لعبة إلكترونية أكتر ما هي عربية زي كل الحالات تحت عربية الكهرباء وسوقتهم زي بعض الحد كبير وبس خطوة كويسة بالذات نديق تتجمع في مصر بس كده عملوا لايك وسبسكرايب شلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر